نروح لجانب تاني متعلق بقى بدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الناس شايفة المجموعات دلوقتي مجموعات متشابكة قبل مباراة سانداونز ومازينبي الناس كلها تقولك إيه سانداونز يكسب يا سيدي إيه بعد دلوقتي المواجهات الحسامية دي خليها في مرحلة فيما بعد بدأ من العب في ثلاثة أو فاولة أربعة خلي المباراة في آخر إبريل كل ما بتدي مساحة وقته كل ما بستعد بشكل أفضل على فكر سانداونز أيضا نفس الكلام اللي يتفرج على ماتش سانداونز ومازينبي النهاردة اللي انتهى بفوز مامولي دي سانداونز بهدف مقابل لشي يقول إن سانداونز عايز يكسب عشان يتآهل ويبعد عن مشوار الأهلي سمعوا تصرحات رولاني ميكوينة المدير الفني بيتكلم على فكرة إن الفريق الكبير الفريق البطل الأفضل اللي ما توجهش مبكرا وده مثال إزاي الأهلي كسب بطولة العام الماضي ونفس الأمر إزاي كدفوار كسبت بطولة العام الماضي الفريق الكبيرة اللي زي يديه الأفضل ما توجهش مبكرا فالنهاردة هو كان حريص يكسب مازينبي وبفعلا كسب ولو تبص على شكل حتى المدير الفني والجهاز المعاون لأ فرحانين ومبسوطين بصدارة المجموعة عشان ما يكونش فيه حسابات وينتظر القرعة ويكون فيه مواجهة واستضام مبكر ببطل إفريقيا طيب فيه مباراة تانية هتتلعب ستة وفيه مباراة تانية هتتلعب تسعة احنا دلوقتي الموقف ايه؟ مين الفرق اللي تأكد ان هي مش هتلعب مع الأهلي؟ بصوا سانداونز أول المجموعة الأولى أسك ميموزا أول المجموعة الثانية دول خلاص في سكة بعيدة عن مواجهة الأهلي خلاص دول بعيدة عن مواجهة الأهلي في دوري الثماني لا سانداونز ولا أسك ميموزا الإفواري طيب مين ممكن يكون قريب؟ مازمبي تأكد خلاص في المركز التاني فممكن مازمبي من الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي سيمبا والوداد نقدرون النسب مختلفة سيمبا النهاردة يكسب 1-0 بنسبة 100% تأهل أي أن كانت نتيجة الوداد مع أسك لو الوداد كسب 100-0 سيمبا تاني خلاص طالما سيمبا كسب 1-0 فسيمبا لو تأهل هيكون من ضمن الفرق اللي ممكن مرشحة لمواجهة الأهلي زي مازمبي طيب نخش على المجموعة الثالثة بيترو أتليتكو 9 نقاط الترجي 8 نقاط الهلال السوداني 5 نقاط النجم السحلي 4 نقاط الهلال خرج خلاص بره الحسابات ولكن هيلعب مع بيترو أتليتكو النهاردة الساعة 9 بتوقيت القاهرة لو بيترو أتليتكو كسب صدرت المجموعة يبقى زي سانسانداونز وأسك خلاص بعيد عن مواجهة الأهلي طيب بيترو أتليتكو تعادل أو خسر هيبقى 10 نقاط أو يفضل 9 نقاط الترجي كسب هيبقى الترجي أول 11 نقاط طيب لو الهلال كسب الترجي هيبقى الهلال والترجي 8 نقاط زي بعض 8 نقاط زي بعض وبيترو أتليتكو سواء كسب خسر تعادل أو 9 فخلاص هو أول لكن الترجي الهلال من اللي يتأهل هننتظروا نشوف المواجهة المباشرة ما بينهم الترجي والهلال المباراة الأولى انتهت كم كام والمباراة التانية هتنتهي كم كام ونبص على المواجهات المباشرة مين ممكن يتأهل فالنهار ده الترجي ولله هي مباراة مفصلية هتحدد الطرف اللي هتأهل بنسبة كبيرة جدا للأدوار اللي جاي طيب أنا اللي فريق معايا على فكرة مش الأهل هيلاعب مين هو خلاص الأهل اللي ممكن هواجه مازمبي سيمبا الوداد الترجي الهلال يعني دوله الأقرب بنسبة كبيرة لكن أنا على المستوى الفني ده اللي يفريق معايا لا أزمة الأهل في زهاب الضرب عن نهاية لدورة أبطال إفريقيا مش هتكون في المنافس هتبقى في التوقيت وأنا من حوالي أسبوع قلت المعلومة دي لحضراتكم لأن توقيت مباراة الأهلي في زهاب الضرب عن نهاية لدورة أبطال إفريقيا هتكون أحد أيام تلاتين أو تسعة وعشرين مارس تسعة وعشرين أو تلاتين مارس طيب إيه المشكلة أو إيه الألأ في المواجهة دي الأجندة الدولية هتخلص ستة وعشرين مارس الأجندة الدولية هتخلص ستة وعشرين مارس فلما الأجندة الدولية مباراة مصر تخلص ستة وعشرين مارس في الإمارات والأهل نفترض ممكن يلعب تسعة وعشرين أو تلاتين يا في تنزانيا يا في الكنغو الدموقراطية يا إما يلعب في تونس أو يلعب مع الهلال السوداني مثلا في تنزانيا الهلال لو لعب مع الأهل هيلعب ممكن في تنزانيا لينهُي لعب مبارااته في المجموعة اللي كانت مع التراجي والنجم وبيتر أتلتكو لعب في تنزانيا في نفس ملعب سيمبا وينجي أفريكنز هلا يلعب في تنزانيا هلا يروح يلعب في ليبيا الله أعلم ده لو الهلال يتقاهل ممكن يختار ملعب بديل عشان هو ما ينفعش يلعب في السودان طيب من 26 ل29 بنتكلم في 48 ساعة من 26 ل29 لو المباراة لعبت الجمعة 29 ثلاثة فرق 48 ساعة لو تلعبت السبت 30 مارس ده يبقى من حصة حظ الأهل ويا سلام بقى لو المباراة كمان مع الترجي في تونس بالليل في رمضان صهرة رمضانية بعد الفطر هيبقى ده إيجابي للأهل ولكن لو فريق إفريقي والمباراة لعبت الجمعة فرق 48 ساعة والمباراة العصر في عز الصيام في رمضان واللعابة مش هتكون موجودة مع كولر من إمتى من 12 مارس لغاية 26 مارس 14 يوم اللعابة مش مع مرسي الكولر هل لعبت الأهل بس؟ لا ده كمان لعابة دوليين اللي هينضموا لمنتخب تونس وجنوب إفريقيا وكمان سمعت إن منتخب فلسطين ممكن يستدعو سامبو علي يعني كمان اللعابة لما لعبش قبل كده لفلسطين ممكن في الأجندة اللي جاية في منتخب فلسطيني يستدعو سامبو علي فبالتالي كولر هيكون في موقف صعب جدا في التحضير لمباراة الدورة وبإنهاي خاصة اللقاء الزهاب في الفترة دي مش هيتلعب دوري فالرجل وقتها هيكون أكتر من نص الفريق مش معاه والمدة مش مدة صغيرة مدة كبيرة من 12 تلاتة لغاية 26 تلاتة حتى العابة لما ترجعلك هل هترجع على القاهرة ولا هتسافر من الإمارات على المكان اللي هتلعب فيه هتروح على تنزانيا ولا هتروح على الكونغة الدموقراطية طبعا أنت مسافر بطيارة خاصة هم هيسافروا ازاي طبعا هتسلم هيجوا القاهرة وضع هيبقى صعب جدا سواء في التوقيت أو في التحضير لمباراة الدور ربع النهائي عشان كده أنا أتكلم بحضركم في فكرة المستوى الفني مش هو الأساس في قياسي على فكرة المواجهة دي هتبقى صعبة ولا سألة أنت تصدرت طبيعي لما تواجه فريق في التصنيف التاني الأفضل يكون أنت في مستوى أعلى ده الطبيعي لكن هنشوف باقي المواجهات النهاردة عشان نعرف مين الفريق الأقرب لمواجهة الأقلي خلاص أسك ميموزا وسانداونز بعيدين تماما عن سكة الأقلي في دور التمانية الناس تقولي القرعة إمتى؟ لسه شوية الناس ممكن تتخيل القرعة على الأسبوع ده أنا بقولكم لسه شوية على القرعة قرعة الدورة بطال إفريقيا لسه شوية عليها لغاية لما أتأكد بالمعاد لأن بصراحة أنا شايف أنه ممكن المعاد يتأخر شوية لكن عموما لما أتأكد بين المعاد بشكل رسمي كالعادة هيكون الخبر الحصري هنا من برنامج التريند على شاشة قناة الأهل